اشتركوا في القناة يا بماما طيب 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 جاي اهو ادخل يا عم صالح الخضار ياستهاني فطوا جوا عالتراميزة في المطبخ دائم الحساب رشيد عالتراميزة برضو جمال لسه عشرين يوم عالآخر الشهر ومش فاضل معي لاتنين جنيه يعني ما احلاش كلام عالمصروف اللي احنا بناكل بس لي مش عارفة الصرف اجيبها شمال اجيبها يمين ياوه عيسان اعمللي كبس اتنين وعشرين جنيه عمي اللي باخده خمسة جنيه للشق ثلاثة جنيه المواصلات اتنين جنيه للسجاير والاثناشر اللي فاضلين بدهم لك الاثناشر دول مش مكافين من يوم اتجوزت مش شوحوا في الثان يعني انا اللي ببعز على نفسي مش قلبي بس بالطرق قادي مش عارفين نايش عيش أنا عملك إيه بس؟ أسرق أنا هدور على شغل لازم أشتغل تشتغل تتنيلي؟ اعمل اللي أعجبك عيشت إيه الهباب دي بلا من يوم ما شفتك عندي في البوتيك يا ريت يا حبيبتي ما أنت عارفة أصلح لك الفساتين عندي في البيت أشتغلك بالحدة مش أقلوا حطلع لي بخمسة ستة جنيه في الشهر أهم ينفعوا قلت إيه؟ والله يا هماء وحياتي عندك يا سميحة أنا تعبت قوي ساعديني طيب اتفضل يا قدم به ميرسي أيد الفاتور على الحساب حاضر عن إذن فضالي ألو أهلا يا أعمر ازايك عندك سهرة اللي لاجي من بغتك وصلت لي النهاردة بداعي لنو أهد إذا كنت بالطفل بس اللي فهمته إنك بتدوري على شو أيو يا فند تعرفت كتب على قلة كتبة أتعلم يا فند طيب كويس أنا بدور على سكرتير دعي نواني باي باي يا سميحة باي باي مبروكي حقيبتي على إيه؟ وأنا لسه اشتغلت إنتي عارفة ده مين دي النجدة اللي جاتلك من السامة أو هي حلوة لو شغالك عنده لا تقولي لخياتلك فسان ولا اشتغلك بالحادثة هتشتغلي فترة تحت التمرين وإنتي وشطرتك بقى متشكرها واشرفش ولو انبسطت من شغلك هنبقى زاعتها نحدد المرتب وفترة التمرين دي مش حدد ما هي يعني؟ ما هي رمزية نقول عشرة جنيه في الشهر مافق فالحق تكسب عشرة جنيه في الشهر ندفع سبع جنيه شغالها عشان تاخد بالها من الولد وتناثة جنيه أكلها يعني ما عملناش حاجة وعبني لو انبسط من شغلي حيزود مرتبتي تتعرف تعملي حاجة عشان يتبسط من شغلك؟ قديني بتعلم اختزال وإن شاء الله لعشرة جنيه حيبو عشرين مش خروحي جده مكرا تشوف ردا على خطابكم المؤرخ سبعتاشر يناير نحيط سيادتكم علما بأن الطلب المقدم منكم هو كل يوم نفس الفستاني هنا ست حلوة زيك لازم تلبس اللي ناسب جمالها حاضر يا فند لما ظروف تتحسن شوي اسمعي انت سامحة واسفح بيتك فوتي عليها نا اللي يعجبك وانحسن طمنا من مهيتك بس تسامحة فستنها غالي أو والبيت أولى يا فند البيت ما تشليش همه أنا حساعدك مش فهم يا هناء أنا إنسان بقدر الجمال وبيحبه عبيض عايزان أقولك إيه يا سميحة دعارض علي يساعدك ومقابل المساعدة دي تكوني لطيفة معا يا حبيبتي الدنيا كده والرجالة كده يا الشرف والفقر والعكنانة يا الفلوس والنغنغ وساعتها شرف ولا مش شرف كلهم بيحترموك ويقولولك يا هانم أنا كنت متأكدة أنك تتردم الشغل يلا دلوقتي البسي عشان نحضر الحفلة لفنادي الشركة وعمر حامل فيه إيه سبيه عند الجران طب ما تروح إنت لوحدك إذا كان كل واحد جاي بمراته معاه يا كمان يا كمان ما عنديش حاجة عاد للبسها ليه الفصان البامبة مالي مهو كويس يلا يلا البسي بلاش نكد يلا حاضر موسيقى ما تيجي هنا نوعد قوة مع الناس هنا كويس مش شاف ستات اللبسين إزاي والله مش زنبي ستات أهليهم أغنية وبيسعدوهم وما تقولش لين الجوازهم الأغنية ولا مهياتهم كبيرة احنا جايين نتنكد هنا كمان مش انت اللي بتغلط يا كمال مش شيخة المدير اللي عم بتاعنا جاي ناحيتنا تهتيكيتي انك تسلمي وانت قاعدة فهمها حاضر اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا سعفان بي المدير العام بتاعنا هناء امراضي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ان شاء الله تكونوا مبسوطين من الحفلة الحقيقة يا فندم حفلة ممتازة نهلا مدام عرف البيت ولا بتشتغل يا اخد توقية وقعدت في البيت ايه العيال بقى يا فندم حضرتك عارف والعيال دولي ابو كام ولد واحد يا فندم اه انا قلت كده برضو اصلا الهانم اللي شوفها يفتكر نمد موزيل ده بس وظرفة كفن ها بتشربه ايه اه لمون ومنجاو يا راجل اوم هاتلك هسيد ما فيش لزومة فندم اوم اوم اه على اذنك والهانم ما عنداش تعداد انها تشتغل على كل حال زفاقار تشتغل ايه اتو ستبع في نمريد شكرا